السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم دكتور وليد أثمان دكتوراه في التربية الخاصة والتواحد جامعة قناة السويس ودبلون في الإرشاد وعلم النفس الكلينيكي جامعة طنطة أرحب بالسادة أولياء الأمور والسادة المهتمين بميدان التربية الخاصة والعمل مع الأطفال زوي الإحتياجات الخاصة موضوع اللي أحب أتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة عن التدخل المبكر مع الأطفال زوي الإحتياجات الخاصة لابد أن أشير في البداية إلى أن الموضوع ده بيشغلني من سنوات طويلة وكان الدافع الأساسي بالنسبة لي في مرحلة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير وبعدها الدكتوراه للعمل على التدخل المبكر مع أحد فئات التربية الخاصة وهي فئة أطفال الترابطي في التوحد لو عايز أتكلم عن التدخل المبكر بشكل بسيط ويعني يوضح المعنى بشكل كامل إن شاء الله نقدر نقول أن التدخل المبكر عبارة عن إجراءات منظمة بتهدف لتأهيل الأطفال في عمر ما قبل المدرسة باستخدام استراتيجيات وفنيات مختلفة مع تدعيم الكفاءة الوظيفية للأسرة يعني ببساطة التدخل المبكر بيشتغل على الطفل قبل عمر دخول المدرسة ده معناه إن احنا بنتكلم على المنهج النمائي أو المنهج الارتقائي وبالتالي جميع البرامج اللي بتشتغل على المنهج ده هي برامج تدخل مبكر بتعمل على تأهيل الطفل يعني تحسين الطفل خالص ما فيش علاج بشكل تام احنا بنتكلم على تحسين قدرات الطفل أو تنمية قدرات الطفل الموجودة بعد الاعاقة وليس على شفاءه بمفهومه الطبي بين قسين طيب هنستخدم إفداء استراتيجيات وفنيات متنوعة يعني أنا بشتغل على كل الفنيات المفيدة اللي بنعلمها الخاصة بمجال إدارة وتعديل السلوك مع تدعيم الكفاءة الوظيفية للأسرة إذا أنا بتكلم على إشراك الأسرة بشكل فعال كشريك حقيقي مش بشكل شكلي وده بيستلزم بطبيعة الحال إن احنا نقوم بتدريب الأسرة على تطبيق الأهداف التدريبية للأطفال في المنزل طيب التدخل المبكر عايز يوصل يوصل لإيه من الطفل من المعروف وده حاجة مهمة جدا إن التدخل المبكر مش بيبتدي مع وجود الطفل خالص التدخل المبكر يا جماعة هو ممكن نقول عليه مظلتين أساسيتين المظلة الأولى مظلة طبية والمظلة التانية مظلة تربوية المظلة الطبية تشتغل على الطفل قبل ما يكون موجود من الأساس بتشتغل على الطفل من مجرد التفكير في وجود طفل بين الزوجين من خلال فحوصات ما قبل الزواج من خلال متابعة الأم أثناء الحمل من خلال متابعة الطفل في الشهور الأولى والإطمئنان على قدراته المختلفة زي الجهاز العصب المركزي زي الحواس بتاعته كل ده إذن التدخل المبكر تحت المظلة الطبية بيتكلم على منع حدوث الإعاق أو بيستهدف إلى منع حدوث الإعاقة من الأساس لكن تحت المظلة التربوية اللي بتبتدي دورها بعد تأكد وجود المشكلة عند الطفل بتبقى هدفها في الأساس التخفيف من الأثار السلبية لوجود الإعاقة دي سواء على الطفل أو وقعها على أسرته نقدر نلخص النقطة ديت في جملة قصيرة إن التدخل المبكر بيهدف إلى المنع وده دور الأطباء أو التخفيف من أثار الإعاقة وده دور الدور التربوي في الختام أقدر أقول حاجات بسيطة جدا رقم واحد مقتنع تماما أننا محتاجين في كليات التربية المختلفة إلى وجود قسم خاص بالتدخل المبكر في كل الجماعات المصرية تحت مسمى قسم التدخل المبكر اللي يشتغل بشكل أساسي على الأطفال في عمر ما قبل المدرسة الأمر الثاني أني أقدر أضع وبكل ثقة التدخل المبكر كأحد العوامل الأساسية اللي نقدر نتوقع بها مقال تحسن الطفل في المستقبل يتساوى التدخل المبكر في ده مع القدرات العقلية عند الطفل ومع شدة أو حدة الاضطراب اللي أصيق بالطفل ومع مدى وجود دور فعال للأسرة وكشريك حقيقي وطبعا مع كفاءة التدريب وبكده أكون خلصت الموضوع اللي أنا حابب أتكلم فيه مع حضراتكم بشكركم شكرا جزيلا كان مع حضراتكم دكتور وليد عكمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته